النوع الثالث من العينات الاحتمالية العينة المنتزمة ويستخدم هذا النوع من العينات إذا كان المجتمع متجانس وخاصة عندما لا يتوفر إطار لعناصر مجتمع الدراسة ويتم تقسيم مفردات المجتمع إلى مجموعات عددها مساوي لعدد مفردات العينة التي نريد اختيارها ثم نختار مفردة من المجموعة الأولى بشكل عشوائي فإذا وقع الاختيار مثلا على المفردة الخامسة نختار المفردة الخامسة بشكل منتظم من كل المجموعات حتى يكتمل حجم العينة التي نريد اختيارها تتميز العينة العشوائية المنتزمة بسهولة تطبيقها وأنه يمكن أن تستخدم في حالة عدم وجود مجتمع محدود ولكن يعاب عليها أنه يمكن اختيار المفردة الأولى بشكل متحيز وبالتالي تصبح العينة كلها متحيزة مما يفقدها تمثيلها للمجتمع كذلك لا يفضل استخدامها في حالة الظواهر التي تكون مجتمعاتها ذات تغيرات دورية النوع الرابع من أنواع العينات الاحتمالية العينة العنقودية متعددة المراحل يستخدم هذا النوع من العينات إذا كان المجتمع كبيراً ومن الصعب توافر إطار للمجتمع في هذا النوع من أنواع العينات يتم تقسيم المجتمع إلى مجموعات جزئية لا يشترط تجانسها ثم تقسم هذه المجموعات إلى مجموعات جزئية أصغر وهكذا بحيث تسمى أصغر مجموعة بالعنقود ثم نختار من كل عنقود عينة عشوائية بسيطة لتمثل في النهاية العينة العنقودية على سبيل المثال إذا أردنا تقدير متوسط دخل الأسرة في دولة ما يتم تقسيم الدولة إلى محافظات كمرحلة أولى ثم تقسيم المحافظات إلى مراكز كمرحلة ثانية ثم تقسيم المراكز إلى مدن كمرحلة ثالثة ثم تقسيم المدن إلى أحياء وهكذا يعاب على هذا النوع من العينات عدم تمثيلها للمجتمع محل الدراسة خاصة عندما يكون المجتمع غير متجانس ولكن تتميز بتوفير كثير من الوقت والجهد والنفقات وسهولة إعداد إطار يحتوي على كل العناقيد العينات غير الاحتمالية في هذا النوع من العينات يقوم الباحث باختيار مفردات العينة من بين مفردات المجتمع بصفة شخصية وليس وفقا لنظام أو قانون احتمالي أي أن فرص اختيار كل مفردة من مفردات المجتمع في العينة تكون غير متساوية وينقسم هذا النوع من العينات إلى رقم واحد العينة العمدية هذا النوع من العينات لا يتوفر فيه العشوائية في اختيار العينة من المجتمع ولكن يتم اختيار مفردات العينة من مجتمع البحث بشكل متعمد وذلك لتوفير أو لتوفر صفة معينة في الوحدات التي يتم اختيارها بشكل متعمد ويستخدم هذا النوع مثلا في اختيار عينة من الشركات التي تعمل في مجال معين لدراسة أوضاعها النوع الثاني من العينات غير الاحتمالية العينة الحصصية هذا النوع من العينات لا يتوفر فيه أيضا العشوائية في اختيار العينة من مجتمع البحث ولكن وفق ما يراه الباحث من تقسيم المجتمع إلى فئات واختيار مجموعة من كل فئة حتى يصل إلى الحصة المطلوبة من كل فئة ويستخدم هذا النوع من العينات في استطلاع الرأي أخطاء البيانات البيانات التي تجمع باسلوب المسح الشامل من المجتمع أو التي تجمع باسلوب العينة تتعرض لنعين من الأخطاء هما رقم واحد خطأ المعينة وهو عبارة عن الخطأ الناتج من استخدام اسلوب العينة في جمع البيانات وهذا الخطأ يرجع إلى الصدفة السبب في الوقوع في خطأ المعينة عند جمع البيانات يرجع إلى اختلاف النتائج التي نحصل عليها من العينة عن نتائج المجتمع هذا الخطأ خطأ المعينة لا يتوفر في أسلوب المسح الشامل وذلك بسبب جمع البيانات من جميع مفردات المجتمع وإنما يكون موجود في حالة العينة يتوقف خطأ المعينة على عدد من العوامل وهي حجم العينة المختارة درجة تجانس المجتمع طريقة اختيار العينة الخطأ الثاني التي تتعرض له البيانات خطأ التحيز التحيز يعبر عن ميل العينة أو طريقة التحليل إلى إعطاء تقديرات لمعالم المجتمع أكبر أو أقل من الحقيقة على سبيل المثال إدلاء المبحثين بإجابات غير صحيحة أو إهمال بعض مفردات العينة أو استبدالها بأخرى حتى تتجه النتائج إلى وجهة معينة أسباب خطأ التحيز ترجع إلى قصور في إمكانيات الباحث وإلى تحيز الباحث أو جامع البيانات كما أنها تنتج من التقريب في البيانات خطأ التحيز تتعرض له البيانات التي تجمع بأسلوب العينة أو بأسلوب المسح الشامل خطأ التحيز في أسلوب المسح الشامل يكون أكبر بكثير من مجموع خطأي التحيز والمعينة في أسلوب العينة اشتركوا في القناة